تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنيئة من معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى العشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني وعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة في برقيته عن خالص التهني وصادق التبركات بهذه المناسبة الوطنية مؤكدا أنها مناسبة وطنية عزيزة تدعون جميع الاستذكار ما تحقق من منجزات ومكتسبات على مدى العقدين الماضيين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة في برقيته أن ميثاق العمل الوطني شكل خارطة طريق تقودنا نحو مستقبل نسير له بثبات بروح فريق البحرين الواحد الملتف حول قيادته لموصلة الإنجاز والبناء وتحقيق مزيد من التطلعات التي نصب إليها جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر